إلى ذلك فتحت ميليشيا الخوثي نيران أسلحتها بمختلف أنواع العيارات على الأعيان المدنية في مدينة التحيطة جنوبية الخديدة وقالت مصادر محلية أن الميليشيات استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بصورة همجية مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي وتواصل الميليشيات استهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين في محافظة الخديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في إطار خروقاتها للهدنة الأممية